الطا من جملة الاخطاء في نطقها همسها وهذا منتشر ومن كان معتادا عليه عليه ان يتخلص منه نحو فطال اسمع فطال شو لازم يقول فطال مجهورة ايضا من جملة الاخطاء في نطقها ترقيقها نحو تباقا تباقا الدال من جملة الاخطاء في صوت الدال خلط صوتها بشيء من التاء نحو التين التين مالك يومي الدين وليس التين نعم تفخيمها من جملة الاخطاء عند النطق الدال تفخيمها ان جاورت مفخمة نحو صدور صدور نعم المبالغة في همسها وهي متحركة المبالغة فيها هي مهموسة فيها شيء من الهمس لكن ضعيف ضعيف تاتا تاتا وليس كما سيقرأ هذا الفهيم تتوفاهم تتوفاهم ما بصح تفخيمها ايضا اذا فخيمت انقلبت لمين تطمئن تطمئن ترك همسها وخاصة عند سكونها نحو تاتامارا كمان تاتامارا أو تترا تترا هذا اتى بالشدة ولم يأتي بالهمس حروف الصفير اضعاف صفيرها هذا من جملة الاخطاء اضعاف صفيرها نحو الصالحين او المسجد او يزكا اعمال الشفة السفلة عند نطقها نحو الصالحين او يزكا ضم الشفتين عند نطق الصاد نحو الصالحين ترقيقوا الصاد نحو المصير نعم تفخيموا السين نحو يسطرون كمان يسطرون خلطوا صوت السين بالزاي نحو وزجد وزجد ها خاصة اخوانا بمصر يعني ما يكادون يأتون بسين بعدها مثلا باء سينا لازم تكون ايش زاي ايبا الاسبوع الاسبوع اللي قية وبالنسبة لمدرمين كما هي فكل هذه الاشياء علينا ان ننتبه اليه المسجور شو بيقول المسجور ريجز وتصير كأنه ريجز ازاي الاحرف الليثوية اللي هي الضاء والذال والثاء من جملة الاخطاء في نطقها اخراجوا طرف اللسان عند نطقها زيادة عن الحد المطلوب ونبهت على هذا لما تكلمنا على المخارج وضعوا طرف اللسان عند اللثة لورا يعني هادي الاسنان ابن شسري رحمه الله قال ايش من طرفيهما اذا اخرج شيء من لسانه الى الامام هكذا خطأه اذا عكس فجعل اللسان وراء كمان هذا خطأ ثالثا ابدال الضاء صادا مشمتا زايا كما نفعله نحن في بعض العاميات المعاصرة بيقول مثلا الظالمين هذا ما بصح ابدال الثال زايا والزاكرين كمان والزاكرين ابدال الثاء سينا او تاء نحو فكسركم ايوة اللهم كسرنا ولا تكسرنا نعم اه الفاء عدم بيانها بسبب ضعف همسها مثلا فكتركم فكثركم ما تكاد تسمع ايه فاء تفعلون مثلا تفعلون تفعلون قلبها الى ما يشبه حرف في في نحو والضفادع طب اهنا والضفاء والضفادع بدا تكون الفاء ايه واضحة الواو غير المدية من جملة الاخطاء فيها تفخيمها ان جاورت مفخمة نحو والله والله شو لازم يا عميل الواو مرققة ولا مفاق والله والله نعم عدم ضم الشفتين ضما تاما عند نطقها نحو وكان وكان انتبهنا شو بده يقول و وكان الضغط الزائد على الشفتين خاصة اذا شددت مما يحدث لها ضجيجا بسبب التضيق الزائد للمخرج نحو قوامين 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 خوانا الباء من جملة الاخطاء في نطق الباء همسها نحو بسم الله بسم الله تفخيمها ان جاورت حرفا مفخم نحو الباطل العرب لا تفخم الباء أبدا عدم قلقلتها ان سكنت نحو يبصرون يبصرون الميم من جملة الاخطاء في نطق الميم بتروا صوتها عند الوقف عليها حتى تكاد تصير باء نحو الرحيم اسمعوا الرحيم هذه تكاد تكون باء تفخيمها ان جاورت مفخما طبعا كلمة مخمصة فيها كم ميم ميمان الميم الاولى جاورت خاءا والميم الثانية وقعت بين خائن وانا فصارت عند الخطأ تصير هكذا مخمصة مخمصة المفروض يقول ايش مخمصة مخمصة هذا يا اخواني بسموه القدامى من المصنفين من علماء التجويل بسموه تخليص الحروف تخليص الحروف شاني تخليص الحروف يعني تخليص المفخم من المرقق والمرقق من ميم من المفخم مخمصة انتبهنا الذي خلاقكم خلاقاكم شايفين التناوب في الحروف أيضا من جبلة الأخطاء في نطق الميم قلقلتها إن سكنت نحو يمترون يمترون أو أنا عمتا نعم هذه هي أبرز الأخطاء في هذا الأمر فضيلة الشيخ عدن الله يحفظه طلب مننا أن نتعلم